جديد إلى نشاط أو إلى مبادرة أخرى احنا بنحاول نعملها وبنحاول نكون إيجابيين فيها في الشارع المصري بنتحول جميعا إلى سلطة للرقابة الاجتماعية أفكر حضراتكم المبادرة اللي أطلقناها قبل يومين وهي مبادرة شفت مخلفة الهاشتاج شفت مخلفة وفكر حضراتكم أنتم جميعا معنيين بيها وأنتم جميعا مراسلين ومشاركين لهذا البرنامج وغيره من البرامج اللي احنا بندعوها أنها تمارس دورها بهذه الطريقة إذا رأيت أحدهم يرمي القمامة في الشارع المصري يلقي بمخلفات الطريقة مخلفات البناء على جانب الطريق بالمخلفة للقانون في غيبة من ممثل القانون فعليك أن تكون أنت ممثل للقانون لأنك صاحب مصلحة ارصد صور ابعت لنا وإحنا هنزيع هل يمكن للرقابة الاجتماعية أنها تعمل دور أكيد هتعمل دور هل يمكن للصوت اللي احنا هنعمله الحاح لرفع هذه الصور للمسؤولين أنها تسبب في وضع هؤلاء أمام العدالة يمكنها أن تفعل كذلك لكن الأهم أنها ستجعلنا جميعا أمناء على الشارع المصري اللي من مصلحة جميعا أن يبقى نظيفا ومشرفا إلى أخبار أخرى وأخبار سريعة النهاردة متعلقة بجوالات ومؤتمرات شهادتها القاهرة في إطار نشاط الحكومة رصدنا بعض هذه الجوالات وبنبدأ من المسؤولية المصرية لشركات المستقبل ودي كانت أو كان مؤتمر عقده وزير الصناعة في هذا الإطار وإحنا شاهدنا هذا المؤتمر ورصدناه لشاهد تحت رعاية وحضور منير فخر عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومركز تحديث الصناعة والمركز المصري لمسؤولية الشركات عقد اليوم مؤتمر صحفي تحت عنوان المسؤولية المصرية للشركات والطريق إلى المستقبل المسؤولية الاجتماعية ليست مسؤولية الحكومة فقط إنما أيضا مسؤولية المجتمع ومسؤولية القطع الخاص يجب على الجميع أن يتيقن من أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية وهذه العدالة لا تتحقق فقط من خلال السياسات الحكومية إنما أيضا من خلال تحمل القطع الخاص والمجتمع عمتا لمسؤوليته ندعو القطع الخاص إلى حسن معاملة العاملين فيه إلى احترام البيئة وقواعد البيئية وقد تناول المؤتمر أهمية تفعيل دور القطع الخاص ومؤسساته الاجتماعية في خدمة المواطنين الحقيقة نحن النهاردة موجودين عشان نجدد العهد بيننا وبين مؤسسات المجتمع المدني وهيئات الحكومية إن إحنا ملتزمين بقضايا المجتمع والتنميته وأصلها هي بناء الإنسان المصري كل الخدمات اللي المركز بيعملها خدمات بتساعد الشركات على إنها تفهم مسؤولية المجتمعية صح تعرف تشتغل مع المواصفات العالمية المسؤولية المجتمعية المسؤولية المجتمعية ما بقيتش حاجة كده تيجي أو ما تجيش لا ليها مواصفات ليها أكواد ليها شهادات اشتركوا في القناة